في فقرة الأخبار والكواليس بكرا ان شاء الله أرعة منتخبنا أرعة كاس الأمر الأفريقية لمنتخبنا الوطني الأرعة هتكون الساعة العشرة مساء بتوقيت القاهرة بكرا مصر هتلعب مع زنبيا مباراة ودية في العين في الإمارات ساعة سبعة تخلص المباراة هيتكون الحفل الأرعة الساعة 10 بتوقيت القاهرة والبداية هتكون بحفل فني يعني هيكون فيه بعض العروض الفنية من القدفور وهيكون فيه بعض نجوم الكرة الافريقية تم دعوتهم لسحب القرعة وفي نفس الوقت هيكون كل أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس الاتحاد الافريقي موجودين في حفل افتتاح قرعة كأس الأمم الافريقية طيب قدامكم على الشاشة التصنيفات المتعلقة بالمنتخبات التي تأهلت هيكون أربع تصنيفات الوعاء الأول ده التصنيف الأول منتخب صاحب الأرض الكودفور منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب سبع مرات المغرب السنغال تونس ومنتخب الجزائر الفائز باللقب عام 2019 لما نروح للتصنيف الثاني قدامكم على الشاشة التصنيف قوي جدا نيجيريا الكاميرون غانا الكنغو الديمقراطية مالي بوركينا فاسو بصوا جماعة على نيجيريا واخدى البطولة ثلاث مرات الكاميرون خمس مرات غانا أربع مرات الكنغو الديمقراطية مرتين وكذلك منتخب مالي وبركينا فاسو يعني نتكلم على ثلاثة وخمسة تمانية أربعة اتناشر أربعة عشر لقب قري ما بين منتخبات التصنيف الثاني دول منتخبات التصنيف الثاني برضو خدوا بالكم التصنيف الأول كل المنتخبات المصنفة في التصنيف الأول يعني فازت بالبطولة كودفور طبعا هي صاحبة الأرض وهي في التصنيف الأول طبقا طبعا لنها المصادفة ولكن مصر كذبت سبع مرات البطولة المغرب كذبت البطولة مرة سنة ستة وسبعين السنغال مرة تونس مرة الجزائر مرة يعني أنتم ممكن تلاقي مثلا فرق التصنيف الثاني واخدة البطولة أكتر من فرق التصنيف الأول يمكن اللي مرجح فكرة أن التصنيف الأول فيه حوالي عشر بطولات أن مصر واخدة سبعة لكن شوف التصنيف الأول والتاني عمل إزاي فبالتأكيد هيكون أول وتاني المجموعة في كل مجموعة من المجموعات الستة هتبقى مجموعات قوية جدا أو من المجموعات الأربعة لأن كل مجموعة هتبقى فيها ستة منتخبات طيب نروح للتصنيف الثالث قدامكم منتخب جنوب إفريقيا كاب فيردي الرأس الأخضر منتخب زامبيا وكذلك جينيا وغينيا الاستوائية وموريتانيا برضو التصنيف الثالث يعني جنوب إفريقيا فازت باللقب ستة وتسعين زامبيا فازت باللقب 2012 وموريتانيا يعني بصراحة بتشارك في الفترات الأخيرة في كأس الأمم كذا مرة دي المرة الثانية أو الثالثة أعتقد وفي الرأس الأخضر وغينيا وغينيا الاستوائية نروح للتصنيف الرابع يعني هي منتخبات لم يسبق لها الفوز بالبطولة ولكن وارد تعمل مفاجآت أنجولا غينيا بيساو نبيبيا موزنبيق جنبيا تنزانيا فرق لها باع في التصفيات الإفريقية بتعمل مفاجآت ولكن واضح جدا أن البطولة هتبقى فيها مجموعات صعبة جدا جدا أولا أنت بتتكلم على أربع تصنيفات هيتوزعوا على ست مجموعات أربع تصنيفات هيتوزعوا على ست مجموعات التصنيف الأول مثلا وليكن مصر هتسحب كورة من التصنيف الثاني هتسحب كورة من التصنيف الثالث هتسحب كورة من التصنيف الرابع أو ممكن يبدأ بالعكس يبدأ بالتصنيف الرابع لما يوصل إلى التصنيف الأول سواء كودفوار الجزائر مصر المغرب تونس والسنغال فواضح جدا أنها هتبقى في مجموعة هي مجموعة الموت واضح جدا يعني هستعرض كل ده بالتفصيل لكن المجموعات السنية ده هتبقى قوية في كهس الأمم لأن ما فيش مفاجآت كل المنتخبات القوية تأهلت إلى هذه النسخة القادمة من الكودفوار